السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة بإذن الله هناخد درس سهل وبسيط جدا وهو مطابقة الفعل للفاعل تذكيرا وتأنيسا يعني يهي الكلام ده؟ يعني الفعل لازم يطابق الفعل في التذكير والتأنيس لو الفعل جه مذكر يبقى الفعل لازم يدل على مذكر لو الفعل جه مؤنس يبقى الفعل لازم يدل على مؤنس جلوقتي حده هيتلقبط ويقول هو الفعل برضو فيه مذكر ومؤنس هقوله لأ أحيان الفكرة ان الفعل بنضيف ليه حاجة تخليه يدل على المؤنس لو الفعل مؤنس لو الفعل ماضي هنضيف ليه تاء التأنيس الساكنة على آخره يعني لما يبقى عندي كتب الطالب الدرس هنخليها كتبت الطالب الدرس ذهب الولد إلى النادي هنخليها ذهبت البنت إلى النادي أخي لعب بالكرة هتبقى أختي لعبت بالكرة شارك الطفل في اللعب شاركت الطفلة في اللعب أما بقى لو الفعل مضارع هنضيف تاء في أوله يعني لو أنا قلت يكتب أحمد الدرس هنخليها تكتب رؤى الدرس يذهب الطالب إلى المدرسة هتبقى تذهب الطالبة إلى المدرسة اللاعب يحرز الهدف لو هنخليها مؤنس هنقول اللاعبة تحرز الهدف يصنف الولد الألعاب لو مؤنس هتبقى تصنف البنت الألعاب طب لو الفعل أمر هنضيف ياء المخاطبة في آخره اذهب إلى المدرسة طب لو أنا بكلم بنت هقول لها اذهبي إلى المدرسة اكتب الواجب لو مؤنس هتبقى اكتبي الواجب اشرب اللبن هتبقى اشرب اللبن افتح الباب هتبقى افتح الباب يا طالب ذاكر بجد لو مؤنس هنقول يا طالبة ذاكري بجد يا طبيب عالج مرضاك يا طبيبة عالجي مرضاقي وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة ويارب يكون سهل وبسيط لو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا وعجاب للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا